نذكر حكم أكل الفسيخ قال الشافعية لا يؤكل لأنه من الخبائس التي حرمها الله تعالى بقوله ويحرم عليهم الخبائس فهو متعف لأنه لم تنزع أحشاؤه واستثنوا من ذلك البطروخ لأنه لا تدخله نجاسة الدم ولا الروس الموجود في بطن السمكة وعند المالكية أنه لا يؤكل إلا الصف الأعلى أو المشكوك في كونه من الأعلى أو من غيره لأنه لا يسيل عليه الدم والصديد أما ما تحته فلا يؤكل لسيلان الدم عليه مما فوقه وذلك إذا كان في إناء أما إذا لم يوضع بعضه فوق بعض فإنه يؤكل كله وقال الحنفية والحنابلة وابن العربي من المالكية يؤكل كله لأن الخارج من السمك ليس بدم بل رطوبة وأنه لا يخزن إلا بعد أن يجف من الدم وحينئذ يكون ما بداخله كالدم الذي يوجد في اللحم بعد طهيه وقال الشيخ الدردير يرحمه الله تعالى ويغفر لنا من شيوخ المالكية الذي أدين به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته